نروح على مقر النادي الاهلي بالجزيرة حيث تتواجد زمالتنا العزيزة هانا أبو قاسم اللي هتعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات صباح الفل عليك يا هانا تفضلي احنا سمعينك اشتت هانا يا صباح الخير عليكو على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وزي ما عودناكو دايما هنقلكو كل الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق الرياضية المختلفة لكن في البداية خلونا نبارك طبعا لمنتخبنا الوطني بعد فزم أمس على سريليون بنتيجة 2-0 شفناهم عملوا مباراة كبيرة جدا ويمكن طبعا قبلها كانوا فازوا أيضا على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 عشان بقى يتصدروا المجموعة وهو ده منتخبنا الوطني وهو ده الأداء اللي بيليق به أكيد بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم كمان في خبر يمكن انتو ذكرتوه عن نشآت الكرة النسائية بعد فزم 6-0 على منتخب الكنغو وده طبعا بيبين ان الحقيقة فيه تقدم كبير جدا فيه الكرة النسائية في مصر سواء على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية وأكيد ده خبر سعيد جدا لكل جماهير الكرة المصرية وبنتمنى لهم مزيد من التفوق نروح بقى لأخبار النادي الأهلي والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم نهاردة الفريق هيواصل تدريباته التدريب هيكون الساعة 5 مساء عشان طبعا بقى يواصلوا استعدادهم للمباراة القادمة واللي هتكون أمام فريق ميديامة الغيني يوم السبت القادم مباراة هتكون الساعة 9 مساء على ستاد السلام ضمن مفسات بطولة دوري أبطال إفريقيا يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق مبارح كان الفريق استقنف تدريباته بعد راحة سلبية وكان عندهم طبعا مران على ملعب مختار التج وكمان هيستمروا طبعا في التدريبات كل ده زي ما قلت ضمن الاستعداد للمباراة القادمة ليه الألعاب الأخرى والحياة أنه فيه مباراة مهمة جدا النهاردة ليه سيدات كرة السلة بنيدي الأهلي ومباراة السوبر المصري اللي هتكون أمام فريق الجزيرة مباراة هتكون الساعة 6 مساء على صالة دكتور حسن مصطفى طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق خلوني بقى أنوه لجميع مشاهدين قناة الأهلي أنه هيتم نقل المباراة مباشرة وهيكون فيه كمان ستوديو تحليلي عشان بقى تدخلوا في أجواء المباراة أتمنى كل التوفيق لسيدات كرة السلة كمان خلوني أقولكم أنه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان اجتمع أمس بسيدات كرة السلة يمكن طبعا بعد إخفاقهم في بطولة دوري المرتبط عشان بيقولهم أنهما لازم يركزوا بشكل قوي جدا والنادي الأهلي دايما بيلعب على جميع البطولات فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ومن سيدات كرة السلة خلونا بقى نروح لرجال كرة السلة اللي النهاردة هيوصلوا استعداداتهم لمباراة غدا وسامي فاينل طبعا دوري المرتبط هيكون عندهم النهاردة ميران وعقب الميران هيغدروا مباشرة للأسكندرية عشان بقى يستعدوا لمباراة غدا زي ما قلت هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري وسامي فاينل بطولة دوري المرتبط ودربي جديد طبعا هنشهدوا فيه كرة السلة مباراة تكون الساعة 8 مساء والمباراة التانية هتكون يوم الخميس القادم طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة يعني في ربع النهائي طبعا كانوا وجهه الزمالك والحقانهم ما فازوا عليهم في جميع المباريات سواء مبارتين فريق المرتبط أو مبارتين فريق الكبار ان شاء الله بقى نشوفهم كان بيتقلقوا أمام فريق الاتحاد السكندري طبعا مقدرين مباراة مش هتكون سهلة أكيد الاتحاد خصم قوي جدا للنادي الأهلي في كرة السلة لكن عندنا طبعا ثقة كبيرة جدا في رجال كرة السلة نروح بقى دلوقتي لكرة الطايرة والماسترز رجال كرة الطايرة بيوصلوا استعداداتهم زي ما احنا عارفين طبعا هم خلاص بدأوا منافساتهم في بطولة الدوري مباراتهم الأولى كانت أمام فريق المقاولون العرب وسيطروا عليها بشكل كبير جدا وفايزوا في جميع الأشواط بنتيجة 3-0 بيستعدوا بقى بشكل قوي جدا هيكون عندهم مباراتهم الثانية غدا إن شاء الله وهتكون أمام فريق بيتشوجات مباراة غدا طبعا هيكون فيها ندية بيتشوجات في كرة الطايرة عندهم فريق قوي لكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال الماسترز كمان يا كريم وانهواند خلينا أقولكم أننا كنت متواجدة في مبارات المقاولون العرب وكان طبعا لنا بعض اللقاءات مع لعيبي النادي الأهلي اللي أكدوا أن هم مركزين بشكل قوي جدا في الموسم الجديد دخلين بقوة كبيرة جدا يمكن أيضا أخفقوا في الموسم اللي فات عشان كده عايزين بقى يعوضوا جماهير النادي الأهلي هذا الموسم دخلين بروح قوية جدا عايزين يسيطروا على جميع البطولات طبعا وهي دي فرق النادي الأهلي يعني دايما بينفسوا على جميع البطولات والأرقام القياسية كمان بقى شباب كرة الطايرة 19 سنة أمس كان عندهم مباراة أمام فريق سموحة ضمن نفسات بطولة الجمهورية وقدروا يسيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها فازوا بنتيجة 3 صفر طبعا بنتمنى لهم بقى هم يكملوا بنفس الأداء أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد ورجال كرة اليد النهاردة هيوصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراة غدا اللي هتكون أمام فريق طلاقع الجيش ضمن نفسات بطولة الدوري حانه رجال كرة اليد عاملين موسم كبير حتى الآن آخر مباراة ليهم كانت أمام فريقه اليوبلس وانتهت لصالح رجال كرة اليد بنتيجة 36 28 حانهم فازوا في جميع المباريات حتى الآن في بطولة الدوري إن شاء الله بقى يكملوا بنفس الأداء أما عن سيدات كرة اليد فطبعا عندهم بقى فترة من التوقف الدولي بسبب معسكر منتخبنا الوطني واللي طبعا هيشارك فيه عدد من لعبات النادي الأهلي فترة التوقف هتكون حوالي شهر هيعودوا مرة أخرى للمباريات يوم 22 ديسمبر عشان بقى يوجهوا فريق سموحة حانهم قبل فترة التوقف فازوا في جميع المباريات يعني يمكن آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق البنك الأهلي وانتهت لصالح سيدات كرة اليد بنتيجة 45 24 عشان بقى قبل فترة التوقف طبعا بيكون ومنتها تبقى خاتم بنتائج كبيرة وهو ده فعلا عملوا سيدات كرة اليد هم متصدرين طبعا جدول الترتيب ده على صعيد أخبار الفرق الرياضية كمان بقى خلوني أقولك وإنه تم الإعلان عن افتتاح أكاديميات للكرة النسائية بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس يمكن ده بيأكد كلامنا على قد إيه الكرة النسائية في مصر بتتطور بشكل كبير كل أعضاء النادي الأهلي بقى اللي حابين يشتركوا في هذه الأكاديميات هتلاقوا طبعا أرقام للتواصل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي تقدروا طبعا تتواصلوا معاهم وتبدأوا في التدريبات أكيد هتكون حاجة كبيرة جدا بتليق باسم النادي الأهلي يعني ده على صعيد الأخبار المختلفة سواء الاجتماعية أو الفرق الرياضية كمان بقى زي ما عودناك وخلوني يعني لكم كل الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بيأة الجزيرة الأعضاء متواجدين في النادي يمكن فيه طبعا انخفاض ملحوظ وجبير جدا فيه درجات الحرارة يعني انبارح الحياة فصل الشتة فاجئنا كلنا درجة الحرارة دلوقتي عشرين وزي ما قلت الأعضاء متواجدين في النادي وفيه سيولة مرورية جيدة يعني يا كريم الهواند دي كانت أبرز أخبارنا طبعا معاكم لو عندوكم أي استفسارات والآن العودة ليكون مرة أخرى في الستوديو ما فيش أي استفسارات فيه كل الشكر ليكي زميرتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية نورتين ودولاب البطولات الخلفية كان منور كالعادة